في السعودية عثر على فتاة غريقة كانت مفقودة منذ يوم أمس في حين يجري البحث عن خمسة مفقودين نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعضية التي ضربت العاصمة الرياض ساعة طويلة من الهطول لهذه الأمطار رفعت منسوبها في طرقات العاصمة السعودية قابلتها تدابير أمنية ولجستية عالية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في البنية التحتية الدفاع المدني باشر بفرقة في كافة أنحاء العاصمة إنقاذ مواطنين علقوا بمركباتهم في طرقات الرياض وصل عددهم لأكثر من 24 شخصا وعادوا جميعا دون خطر يذكر الحادثة أنه نمشي عادي لكن زاد منسوب المياه يعني المياه ما كانت بهالشكل وغطت السيارة مع رتداد السيارات بيّن أنه التصريف سيء وطفت عاد السيارات شكرا الدفاع المدني بمؤازرة الجهود الميدانية ناشد المواطنين البقاء في منازلهم لحين انخفاض منسوب المياه حرصا على حياتهم مواطنون عززوا الجهود الرسمية في المساعدة على إنقاذ مركبات بما فيها كادت تغرقها مياه الأمطار على الشباب طريبا كان حوالي شي خمسة أو ستة كلهم وقفين كمان بسياراتهم على أساس أنه جاي الدفاع المدني وجاي بالأخير يعني طالع تمشي وشوف الناس المتعطلة زي هذا وساعدهم وزارة التربية السعودية قررت هي الأخرى تعليق الدراسة في الرياض خشية من تواصله طول أمطار يؤكد الخبراء أن المملكة لم تشهد لها مثيلا منذ ثلاثين عاما هاني صفيان العربية الرياض